بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنا من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف إن يكون موجود مع حضراتكم كل أسبوع في يحكى أنا وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتكون موجودة معروضة يعني أغلب فترات الحلقة والحلقة دي استكمالاً للحلقة السابقة في الأسبوع الماضي اللي كنا مخصصينها للأجوبة على أسئلة حضراتكم الخاصة بحلقات كنت قدمتها لحضراتكم من عدة أسابيع عن مهارة التحكم الإراضي في التباول والتبرز والحقيقة إن كنتم حضراتكم عند حسن الظن لما طلبت من حضراتكم إن كنت تبعت لنا أسئلة أو الجوانب الإضافية اللي إحنا ما تكلمناش فيها في الحلقتين فبعدت لنا هذه الأسئلة وخصصنا الحلقة السابقة في الأسبوع الماضي بالكامل للإجابة عن هذه الأسئلة والحلقة خلصت والأسئلة ما خلصتش علشان كده حلقة النهاردة زي ما نوهنا في الأسبوع الماضي هتكون استكمال لأسئلة حضراتكم في نفس الموضوع وإن شاء الله الوقت يكفي إن إحنا ناخد أسئلة أخرى في موضوعات أخرى برضو علشان حق الناس علينا هنبدأ فورا بسؤال نرمين سامي نرمين سامي بتقول ابني عنده سنتين وثلاث شهور ومش عايز يقعد خالص هو كده لسه صغير طيب هل سنتين وثلاث شهور عمر بدري لبداية التدريب الإجابة لأ إحنا قلنا الموضوع بيبدأ من سن السنتين طيب هل بداية التدريب في عمر بعد كده يعني بعد ثلاث شهور مثلا أو حتى أربع شهور يعني بعد ثلاث شهور أو أربع أو خمسة يعني لما الطفل يبقى عنده سنتين وستة وشهور سنتين وسبعة سنتين وتمانية هل ده توقيت أو عمر متأخر على بداية التدريب الإجابة برضو لا طب معنى كده إيه معنى كده إننا وإن حضرتك تحديدا يا أستاذة نرمين لازم تبزلي مجهود أكبر في إن طفلك يتشجع ويبدأ يقعد على البوتي أو على قاعدة التوالت القاصة بالأطفال اللي بتتحط على التوالت تمام؟ يعني لازم تبزله مجهود مش ضغط لازم تبزله مجهود لتشجيعه إنتي عندك شكوك ما إنه لسه صغير لا هو مش صغير بس أنا بطمنك إن إنتي معاكي مساحة من الوقت فإنتي تشجعيه كده وتحفزيه بطريقة إيه؟ تدريجية وأكبر محفز يشجع طفلك على الخطوة دي هو حماسك إنتي الشخصي في اتجاه الخطوة دي حماسك إنتي تحديدا كأم قبل ما أقول الأب يا استخدمي كل طرق الإقناع الحلوة حولي مراحل تعليم المهارة دي لأوقات فيها هزار وخلوا دمها خفيف يعني يعني لما بقول هزار ونبقى الموضوع دمه خفيف ده مش صدقوني دي مش مبلغة مني ولا أن أنا في كوكب آخر ولا أن أنا في عايش في عالم وازي ولا الكلام ده خالص أنا بقول لكم النهاء وبقول لكم الطريقة بقول لكم الدنيا هتمشي إزاي أسهل وأسلس وهتحصلوا على نتائج إيجابية إزاي اللي بياخدوا الموضوع بطريقة فيها تنشن وعصبية والحاجات دي كلها ما بيحصلوش على نتائج بيتوتروا بيوتروا ولدهم والمسألة كلها بتبقى دمات قيل وبيبقى الوقت بتاع تعليم المهارة ده ما هو ده وقت مستقطع من اليوم وفي البدايات هتلاقوا أن الوقت ده وقت طويل من اليوم يعني هتقعدوا كده تعملوا أداء متكرر في نفس اليوم فعشان كده كنا بننصح دايما بالصبر وبالسعة الصدر والكلام ده كله فأنا بقول لكم حولوا الموضوع لحاجة دماخة فيه في الهزار يعني اللي هو يلا نقعد على التويلت لا مش عايزة مش عارف ايه تروح ميشايلة وعمل لعبة وتزغزغي لا هتقعدوا هزبع عنك ونجري ونروح وبتاع هتلاقوا بيدحكوا مش عارف ايه وهاتخديق المهم انه ايه نوصل للهدف ان احنا نقعدوا على التويلت فهمين قصدي يلا نقلع هدومنا عشان نقعد على البوتي أو نقعد على التويلت لا مش عاود مش عارف ايه حولي الموضوع انت كأنك لعبة انك بتعملي انا هاخد الهدوم دي انتوا فهمين قصدي حولوا الموضوع لهزار الموضوع الجدي قوي ده والمهم قوي ده لما بيتحول لهزار لما بنفكه كده وبنحلحله بهزار وحاجات دماخة خفيف وكده الطفل بيتعاون معانا وبيحس ان دي حاجة خلاص هتحصل هتحصل وجي وقتها وهتعلمها ها بس ايه المانع ان احنا نعلمها للاطفال واحنا مبسوطين والاطفال مبسوطين ما بقولش ان ده يحصل طول الوقت بس على الاقل جربوا ان الموضوع ده يحصل كتير هتلاقوا نتائج حلوة هتلاقوا نتائج حلوة وهتلاقوا حاجات حلوة يعني لما يقعد بقى كده ويجي الاب بقى كمان عايز يتابع ومش عارف ايه وبتاع فيعمل ان هو بيبص عليه من بعيد ويستخبه وبتاع فهتلاقوا الطفل مجغول بالموضوع ده هيتحول الامر بالنسبة للطفل الى انه الفترة دي فترة لطيفة الفترة دي فترة حلوة ماما بتهزر معايا وبابا بيهزر معايا وبيلعبوا معايا وبيدمهم خفيف وبيدحكوني وكده فهيبتدي هو يبدي مرونة ويبدي تجاوب مش عشان بنعلمه مهارة تقيلة وصعبة ومهمة فلازم يبقى احنا دمنا تقيل وجدين قوي لا احنا جدين بس حنينين احنا مركزين قوي بس بنهزر مع الطفل عشان هو المواضيع بتمشي كده مع الاطفال فهمتوا قصدي ابتدي قعدي وهو لابس هدومه في الاول كلمي عن النظافة ازاي ان ده الموضوع ده بيخلي الواحد نظيف وان الواحد لما يعمل كده يا سلام هيبقى نظيف وهيبقى الناس كلها كده حسن نظيف ويقوله الولد النظيف ده او البنت النظيفة دي وهكذا كلمي عن انه هيبقى من الكبار اللازم يعمله كده خلاص واول ما تبتدي تحسي انه هو قاعد على البوتي او التولدت برضى خلاص بقى ابتدي يقعد برضى مش بيعصلك ولا بيزمزق ولا الكلام ده جربي انك تخليه يقعد من غير حفاظة انا بقولك بقى التعليمات هم الاول خالص خلاص جربي بقى انك تقلعي الحفاظة وتقعديه وزي ما لسه قايل خلوا الاعاد ده يعني فيه بهجة وفيه فرحة وفيه مش لازم الطفل يبقى سعيد وهو قاعد بس على قل يبقى مرتاح خلوا الموضوع ده جزء من روتين يومه زي ما قلتلكم في الحلقة اللي فاتت خلاص ولما تحسي انه تحسي يعني ان الطفل قابل يعني متقبل يعني ومرتاح ابتدي غيري الحفاظة وهو قاعد على البوتي انا بقولكو المرحلة اللي هي ايه ما قبل التدريب كمان انت فاهمة قصدي يعني ازاي بقى المواضيع دي بتفرق جدا يا جماعة خلاص يعني قاعديه على البوتي بالحفاظة او على التواليته ابتدى بقى يقبل ابتديه غيريه له الحفاظة وهو قاعد على التواليته خلاص طيب لو عامل براز مثلا في الحفاظة خلاص فراغي محتوى الحفاظة من الستول ده او البراز ده في البوتي او التواليت عشان يفهم ويعرف ان هو ده الهدف الرئيسي من كل اللي بيحصل فهمته قصدي يعني يا رب اكون بس ايه يعني ادتك بعض النصايح كده المفيدة لعمليه جربوها بس اسمعوا كلامي لان الموضوع ده لو خدتوه على اعصابكو انتو الخسرانين هو كده كده الطفل هيتعلم في الوقت المحدد له فما تشدوش نفسكو وما تشدوش بعض يعني باتكلم هنا بقى عن الزوج والزوجة الاب والام وما تشدوش الطفل ما تشدوش يعني ما توطرهوش يعني تمام كده طيب الحقيقة السؤال اللي بعد كده هو مش سؤال هي سارة مجدي جي اس اي يعني المهم انها سارة مجدية هو ده مش سؤال الحقيقة بس هو تعليق لكن انا شفت ان التعليق ده انا ويعني وزملائي ان التعليق ده الحقيقة جدير ان احنا لازم نحطه في الحلقة وهتفهموا ليه قصدي حالة يلا نقرأ التعليق كده يعني هي سارة مجدي مش بعثة سؤال هي بعثة تعليق بعثة فطفضة بس هم سطرين بس هم يعني يعني بيعكسوا حاجات كتير قوي بتقول ايه ساعات الام بتبدأ وهي مش مستعدة نفسيا ساعات الام بتبدأ وهي مش مستعدة نفسيا بس بتبدأ بقى لأي سبب يعني يعني من كتر ضغوط الناس عليها وزنهم وازاي لغاية دلوقتي لابسوا ايه اصداع الحفاظة يعني او يعني على نوع الحفاظة وزي ما قلتلكم الحقيقة رغم ان ده مش سؤال لكنه تعليق زي ما شفته يعني هي صارة بعت تعليق كده يعني يعكس يعني يعكس يعيني النهزة انا يعكس ثقل يعكس حالة ضغط هي محطوطة فيها بتقول كتير من الأمهات بيبدأوا هم نفسهم مش مستعدين للموضوع بس بيبدأوا من كتر الضغط عليهم ومن كتر الزن ومن كتر الاندقادات انتي ازاي لسه ملبسها الحفاظات واللتاع خلاص زي ما انتوا شايفين قلتلكم ده تعليق وتعليق يعني الكثير وعشان كده زي ما قلتلكم طلبت من زملائي ان انا حط هذا التعليق الهام على الشاشة علشان حضراتكو تشوفوه كل الأمهات والأباء يشوفوه وزي ما قلتلكم هو الحقيقة مش تعليق هو تلخيص تلخيص قاسي ومؤلم لحال أمهات كتير جدا جدا اه أمهات لا يشعروا بكامل الحرية في ممارسة عملية تربية أطفالهم انا بتكلم بقى على فكرة بشكل عام دي وقت ما بتكلمش على المهارة دي تحديدا أمهات لا يشعروا بكامل الحرية في تعليم أطفالهم وتربية أطفالهم أمهات لا تشعر بالحرية في تحفيز تطور أطفالهم تعليق الحقيقة بيعكس ثقافة وسلوكيات لازم تتغير لازم او بصراحة اكتر لازم تختفي عارفين ايه الثقافة دي ثقافة وسلوك التدخل في حياة الآخرين وتحديدا بقى أنا هنا بكلم الجدود والجدات والإخوات الكبار والسلايف خلاص أنا بكلم هنا الجدود والجدات ثقافة التدخل في حياة ولدكم اللي بقوا أزواج وزوجات اللي بقوا أباء وأمهات فيه جدود وجدات ما تزعلوش مني ما تزعلوش من اللي أنا هقول وانتو عارفين اللي أنا بقوله ده حقيقي فيه جدود كده بيدخلوا حياة في كل تفاصيل الحياة الزوجية بتاعت ولادهم أحيانا ده بيحصل من قبل ما الحياة الزوجية دي تبدأ أصلا يعني من مرحلة الخطوبة والحاجات دي بيدخلوا في كل حاجة خلاص وبعدين بتلاقوا سبحان الله بتلاقوا حصل بقى الجواز بتلاقوا مزيد من التدخلات بعد ما الحياة الزوجية دي بدأت ثم مزيد ومزيد 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 من التدخل إذا الحمل اتأخر مثلا الله إيه الحمل هو فيه إيه ومش يا جماعة عنتم ملكو يعني عنتم بتسألوا بحب أو اسألوا بحب وتابعوا بحب واستفسروا بحب بس هو مش يعني ممكن وارد أن يكون الحمل اتأخر عادي يعني اتأخر كمان ما هو فيه تأخر شعبي يعني أن العرف العام فاكر أنه مرور مثلا ست شهور ولا سنة على الجواز ومن غير حمل هما شايفين ده تأخر لكن ده هذا ليس بتأخر طبي مثلا أنتوا فاهمين قصدي يعني يعني فاهمين وجهة نظري ها لكن التأخر الحمل من الناحية الطبية له وجهة نظر تانية خالص خلاص ماذا لو كانوا الزوجين دول قرروا يأجلوا الإنجاب مثلا هما نفسهم متفقين أن ما يحصلش حمل أول سنتين من الجواز خلاص ثم يصل التدخل إلى مدى ويوصل للأحفاد بقى خلوني بس أطلع فاصل وارجع أكمل كلامي مع حضراتكم في الموضوع ده لأننا الحقيقة التعليق بتاع سارة يعني يعني الحقيقة أنه هو حفزني أن أنا أقول كلام كتير يعني في نفسي الحقيقة وبقوله بحب والله ويعلم الله أن أنا بقوله بحب عايز أقوله وعايز الناس تسمعه وعايز الناس تسمع صدى هذا الكلام جوه روحه وجوه قلبه وتشوفه صحة ولا غلط خلينا نطلع لفاصل ونرجع يحكى أنه مازال متواصل خليكم معنا أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة ويعني أنا بقى يعني دايما نطلب منكم أنكم ترجعوا لمحتوى حلقتنا السابقة في كل الحلقات بس أنا بقى بشكل شخصي وإنساني جدا أنا بطلب من حضراتكم بترجعوا للجزء الأول من الحلقة عشان تفهموا أنا بتكلم في إيدي الوقتي لأنه كان الجزء الأول ده ختمناه الحقيقة بتعليق وليس سؤال من أحد الزوجات اسمها سارة يعني وبتقول وبنتكلم عن المهارة بتاعة التحكم الإراضي في التباول والتباروز للأطفال طبعا تعليمهم يعني فبتقول أحيانا الأمهات ما بتبقاش جاهزة لأنها تبدأ تعليم الأطفال هذه المهارة بس بيبدأوا هم مش جاهزين بيبدأوا تحت بسبب الضغط عليهم وبسبب الزن وبسبب الاتقادات إنه هو إزاي بقى لسه لابس حفظات وحاجات زي كده فأنا الحقيقة يعني ابتدت تعليقي على هذا الأمر مش بس بقى في هذا الموضوع اللي هو تعليم مهارة التحكم في التباول والتبرز ولكن بشكل عام وقلت إن ثقافة التدخل في حياة الآخرين لازم تختفي بقى والحقيقة خاصيت بالذكر الأباء والأمهات اللي هم جدود وجدات يعني الجدود والجدات اللي بيدخلوا بشكل كبير في حياة ولادهم واتكلمت عن إن التدخل ده أحيانا بيبقى في مرحلة ما قبل الزواج وبعدين في الزواج وبعدين بيبقى فيه تدخل وتعليقات وانتقادات لو الحمل اتأخر شوية وبعدين لما بيبقى فيه أحفاد بقى التدخل الحقيقة بيوصل لذروته أو بيوصل لأقصى مدى له إزاي بقى بيوصل وإنتوا عارفين فيه كتير جدا من الجدود والجدات بيساعدوا كتير جدا الحقيقة بيساعدوا بجد وإحنا ينين قوي وممتفاهمين وبيساعدوا بإسمها المساعدة الإيجابية يعني بيساعدوا بطريقة إيجابية طريقة تلمس أثرها الأم اللي هي بنتهم اللي هي بقى زوجة وأم يعني ويلمس أثرها الأبن اللي هو بقى أب دلوقتي خلاص لكن فيه أباء وأمهات يعني جدود وجدات قصدي بيبقى تعليقاتهم تعليقات سلبية دايما تعليقات سلبية على الأب والأم دول الأم الجداد دول تعليقات سلبية على التربية وتعليقات سلبية على الأكل وتعليقات سلبية على على السلوك وتعليقات سلبية على هو ليه لابس حفاظة لغاية دلوقتي وتعليقات سلبية كمان عن حاجات أكتر الله هو لسه ليه ما بيتكلمش ده فلان ده مش عارف إيه لما كان قده من 35 سنة اتكلم بسرعة أنتوا فاهمين قصدي فتلاقوا فيه انتقادات كده كمان الانتقادات دي بتضغط على الأباء والأمهات الجداد خلاص الله هو ليه بيرضع صناعي الله هو ليه لسه مزحفش هو ليه لسه ممشيش هو ليه لسه ما تكلمش دغوط 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 على الأب والأم الدغوط خلينا نقول أن حتى لو منشأ هذه التعليقات هو الحب والاهتمام ولكن الطريق إلى الجحيم مفروش بالنواية الحسنة فاهمين قصدي الكلام اللي انتوا بتقولوه ده يا كبار المقام وكبار القيمة وكبار الغلاوة بيمثل ضغط كبير جدا ممكن حضرتك تبقي بتتكلمي الكلام ده بطيبة ولكن أنت غير مدركة كم الضغط اللي بتحطي فيه مرات ابنك أو جوز بنتك فاهمين قصدي الدغوط دي بتخلي الأمهات والأباء أحيانا يبقى خلقهم ديق على أولادهم فاهمين قصدي الله هو ليه مش بيأكل كويس هو ليه لسه بيلبس حفاظة نرجع بقى للموضوع الانتقادات دي أنا بقولكو هو هتتقال بحب بس هي الحقيقة انها مش تتقال بحب ولا بتتقال بحنية ولا بتبقى استفهمات بريئة لكن بتتقال الحقيقة بثقل بتتقال دايما الطريقة الدليفري يعني طريقة الأداء وطريقة التعبير بيكون فيها إيحاء بالتقصير أو حتى الفشل يعني اللي هو أن أنت كأم أنت فشلة أنت كأب فاشل فاهمين قصدي فأرجوكم يعني الأول الرجاء اللي صار صاحبة التعليق المهم اللي الحقيقة هي عبرت بي عن نفسها وعبرت بي عن آلاف مؤلفة من الأمهات والأباء غيرها يعني وده الحقيقة اللي حفزني أن أنا أقول كل الكلام ده وأقسمت وأقسم أن هذا كلام بقوله من قلبي بقوله للمصلحة العامة يعني فالرجاء اللي صارة والكل اللي زيها والأزواجهم أرجوكم مرسوا الأمومة والأبوة بكل حرية وبكل هدوء دفعوا عن استقلال حياتكم مع ولادكم من غير خناء من غير زعيق من غير ما تعملوا مشاكل مع أهليكم ولا مع أخوتكم ما أحيانا الحاجات دي بتحصل بقى من متلاقي مثلا الأخ ومراته بس لو الأخ ده أكبر شوية في السن فاهمين قصدي أو اللي هم يعني أنتوا فاهمين أنا بس إيه خاصيت بالذكر الجد والجد أو الجدود والجدات لأنه دول اللي دايما العلاقة معهم ممتدة أكتر ومنتظمة أكتر والكلام ده كله فأنا برجوكم الحقيقة برجو الأباء والأمهات اللي زي سارة وزوجها واللي زيهم يعني مرسوا أممتكم وأبوتكم لأولادكم بكامل حريتكم ودفعوا عن حقوقكم وصدقوا واقتنعوا أن ده حقكم الطبيعي وحقكم الفطري وأنكم ما فيش حد هيحب أولادكم أكتر منكم ما فيش حد هيكون حريص على مصلحتهم أكتر منكم ولما تلاقوا نفسكم في مرمى هذه الانتقادات أو هذه التعليقات السلبية أخرجوا من من حالة الضغط النفسي دي أخرجوا منها إما بالتنبيه الرقيق لصاحب التعليق أو صاحبة التعليق اللي هو ما في كل حاجة بتاخد وقتها وإحنا ماشيين كويس وما تقلقش ما تقلقش يا طنت ما تقلقش يا بابا إحنا ماشيين كويس إحنا متطمينين ما تقلق خلاص تعليق رقيق مهذب خلاص إما بتغيير الموضوع يعني فيه طرق ولكن ما تحطوش بقى جواه نفسكم لأنكم لما تحطوكوا هتحطوا جواه نفسكم هتتضايقوا وهتضايقوا ولادكوا هتضايقوهم خلاص فدي كان أول رجاء تاني رجاء بقى لكل أصحاب هذه التعليقات أو الانتقادات أو الزن أو الضغوط فكروا مرتين فكروا عشر مرات قبل ما تقولوا تعليق ممكن يتفهم غلط قبل ما تقولوا كلمة ممكن يبقالها معنى آخر أو معنى مزدوج أو زي ما بنقول في اللغة الإنجليزية double meaning أنتوا مش هتكسبوا حاجة من ده مش هتكسبوا حاجة أنه مثلاً ولادكوا اللي جايين يزوروكوا يبقوا قاعدين متضايقين أو قاعدين حاسين أنه هم فشلة أو مقصرين وهم الحقيقة لا فشلة ولا مقصرين ولا أنتوا عبقرة خالص أنتوا بس سبقتوا في الحكاية هي الحكاية مفاشة عبقرية الحكاية كلها أولها وأخرها الفطرة والعلم اللي إحنا بنحاول نقوله لكم إنما الفطرة في ناس في مناطق جبلية ومناطق وعرة لا بتشوف تلفزيونات ولا بتدخل على إنترنت وبتلاقيهم بيعلموا أولادهم كل حاجة صح وبيربوا أولادهم صح وكل حاجة لأنهم ماشيين بالفطرة هذه الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضعها في قلب وروح الأم والأب تجاه أولادهم فيعني دي كانت بصية أو رجاء أو يعني طلب أو تمني كل حد بيسمع يحط لها التكييف أو العنوان اللي يرتاح له المهم نوصل إيه للنتيجة حلوة خلصنا كده الأسئلة اللي هي خاصة بالتحكم بقى ندخل بقى على أسئلة تانية عشان زي ما قلنا في ناس تانية ليهم حقوق علينا فمنهم مثلا مامة ريناد اللي بتسأل بتقول ما هي الفطرة اللي أستفاد بيها من أشاعة الشمس للحصول على فيتامين دال ده سؤال جميل ده سؤال جميل مامة ريناد ليها ولكل الأمهات والأباء اللي عندهم أطفال وهم شخصيا عايزين يستفيدوا من فيتامين دال ولكل الناس متوسطين العمر وكبار السن والمقام اللي عايزين يستفيدوا من فيتامين دال اللي الشمس بتحوله بتحول فيتامين دال الموجود في جسمنا من الصورة الغير نشيطة إلى الصورة النشيطة ما هي أشاعة الشمس ما فيهاش فيتامين دال هي أشاعة الشمس الحلوة مش الضرة يعني بتحول مركب في جسمنا اسمه كالسيفيرول بتحوله من هو فيتامين دال غير نشيط بتحوله إلى فيتامين دال وده بقى بنحصل عليه إحنا من الأكل وشربه والحاجات دي كلها السؤال كان عن المدة المدة قد إيه إن أنا استفيد منها وأنا الحقيقة بحي صاحبة السؤال لأنه هو سؤال زكي في زكاء تمام المدة دي بتبدأ من خمس دقائق يوميا يعني نبدأ بخمس دقائق خلاص فقط في البداية ما نزودش عن خمس دقائق خلاص بعد أسبوع بنزود الخمس دقائق دول خمس دقائق كمان فبنبقى وصلين لعشر دقائق الأسبوع التالت بنزود خمس دقائق كمان فهيبقوا إيه خمستاشر دقيقة يوميا خلاص كده وهذا هو الحد الأقصى ربع ساعة اللي قعد في الشمس ربع ساعة هناك أراء طبية الأمانة تقتضي إن أنا أقول لكم كده هناك أراء طبية تزيد الأمر حتى عشرين دقيقة فعشان كده بنقول إيه المؤكد أن الحد الأقصى النهائي ما بين خمستاشر دقيقة لعشرين دقيقة في اليوم تستفيد تماما من أشاعة الشمس اللي هي تحول فيتامين دال في جسم حضراتكم من الصورة الغير نشيطة إلى الصورة النشيطة سواء حضراتكم أو أولادكم يعني خلاص ولكن هناك شروط أول شرط هو شرط التوقيت الآمن ما هو مش أي وقت نقعد فيه في الشمس لا إمتى التوقيت الآمن توقيت الآمن ده بيكون قبل الساعة عشرة أو حداشر صباحا حسب التوقيت اللي هو اللي بنقدم ساعة وبنأخر ساعة ما دي حاجات الطب ما كانش عامل حسابه عليه خلاص فأنا بنقول إيه عشرة حداشر يعني عشرة صباح أو حداشر الصبح اللي هي عشرة بقت حداشر فهمين قصدي أو اللي هي حداشر كان أساسها عشرة ما قبل ذلك توقيت آمن إنما جت علينا عشرة أو حداشر حسب التوقيت يعني إلى الساعة ثلاثة أو أربعة برضو حسب التوقيت اللي هو اللي بتقدم وبتأخر خلاص التوقيت ده اللي هو من عشرة إلى ثلاثة أو من حداشر إلى أربعة ده توقيت غير آمن ليه؟ لأن في هذا الوقت من اليوم بيكون فيه تكسيف لأشعة الشمس فوق البنفسجية بتكون مكسفة جدا والأشعة فوق البنفسجية دي مضرة مضرة جدا للجسم مضرة فلازم نتجنبها فيبقى إيه؟ يبقى نقعد في الشمس قبل الساعة عشرة أو بعد الساعة ثلاثة وزي ما قلنا الخمسة وشر ديئة إلى عشين ديئة كحدة أقصى طب بنقعد إزاي؟ ما هو اللي هيقعد لابس بدلة وكرفتة وفورمال كده ولا إن شاء الله يقعد ثلاثة ايام لا مش هيستفيد من أشعة الشمس لازم تبقى الدراعين مكشفين يعني زي ما أنا لابس كده بنص كمة خلاص؟ مش لازم كت على فكرة عشان فيه ناس فكرة إنها لازم تقلعها ودومها أخيراً لا بس يبقى إيه؟ نص كمة ونبقى كشفين رجلنا خلاص؟ من القدمين لحد الرجبة يعني أخرنا الرجبة خلاص؟ ولازم مش يفضل لازم الراس تبقى متغطية يعني متغطية بقى بإشار بمتغطية بكاب ببرنيطة بالكلام ده كله لإنه الراس مش هتستفيد حاجة إحنا عايزين الجلد إنما الراس فيها شعر يعني فالأشعة اللي هتوصل للراس عشان نستفيد منها لا دي الله الغاني عنه فلازم نبقى مغطيين راسنا خلاص؟ أقول لكم على حاجة تانية مهمة قوي ليس هناك ضرورة أن يكون الأمر يومي مش لازم ده يحصل كل يوم خاصة في الأيام الحرة مش لازم يحصل كل يوم بل يمكن الاكتفاء بعمل الموضوع ده مثلا أربعة يام في الأسبوع أو ثلاثة يام في الأسبوع يوم فيه ويوم ما فيه فهمتوا قصدي؟ يعني مش لازم برضو الناس تقولك إيه أصلا أنا ما قعدتش النهاردة يبقى خلاص بقى الموضوع باظ لا ده ممكن الموضوع كله يبقى ثلاثة يام في الأسبوع بس وراء بعض بقى بينهم فواصل زي ما ظروفكو تسمح وفي نقطة تانية مهمة وهي القياس المعملي القياس المعملي ده مهم جدا إيه هو القياس المعملي وإمتى ناخد دواء وإمتى ما ناخدش خلينا نطلع فاصل ونرجع نشرح لحضراتكم الجزئية دي برضو القياس المعملي لفيتامين دي لأن ده مهم شوية وفيه برضو شوية كده يعني حاجة عايز أقول لكم عليها نطلع لفاصل يحكى أنه لسه معاك وخليكم معاك أهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة وقفنا في نهاية الجزء الثاني كنا نتكلم عن المدة اللازمة لنا عشان نستفيد من فيتامين دال أو نستفيد قصدي من أشعة الشمس علشان فيتامين دال في جسمنا يتحول من الصورة الغير نشيطة إلى الصورة النشيطة وقلنا لحضراتكم معلومات عن التوقيت الآمن وقلنا الطريقة كمان اللي يعني نبقى كشفين الزراعين والقدمين دول مهمين أوي يعني دول دي أهم حاجة للأطفال وللكبار يعني تمام وقلنا أن احنا لازم نكون مغطيين الراس وقلنا أن ده مش لازم يحصل كل يوم يعني التعرض للشمس مش لازم يحصل كل يوم لكن وقفنا بقى عند نقطة القياس المعملي وقلنا أن القياس المعملي ده مهم مهم أن احنا نعمل قياس لمستوى فيتامين دال في الجسم اللي هو التحليل بتاع فيتامين دال أمر ضروري ليه؟ لأنه فيه أوقات ما بيبقاش فيه اكتفاء فقط بموضوع الشمس ده لكن بيكون فيه ضرورة طبية لتناول دواء مع المصادر الغنية فيتامين دال مع المصادر الغذائية فاهمين قصدي؟ فعشان كده لازم يبقى عندنا دليل نبقى ماشيين وراه خلاص؟ وهو التحليل ده بيتعمل ونتيجته سهلة يعني هو يمكن عيبه الوحيد في وجهة نظري أنه هو سعره غالي شوي إنما إحنا لما بنعمله بنبقى متطمنين وليه بنعمله؟ علشان خاطر نبقى على نور زي ما بيقوله نبقى عارفين كده أنه آه لا الدنيا كويسة خلاص يبقى تمام يبقى ما خدش دوة يبقى أنا كده تمام بتعرض للشمس كويس باكل أغذية فيها فيتامين دال سواء أنا يعني أو ولادي بقى أنا بتكلم كأب كأم كهلاص لا ده كده لازم يبقى فيه احتياج لدواء لجرعة دوائي ودي اللي بيحددها الطبيب والتخصص المعنى ده تخصص العظام أو تخصص الأمراض البطنية بالمناسبة يا تمام؟ بالنسبة بقى الموضوع الأدوية فيه اختيارين وكل شوية الأبحاث عملة تشتغل فيه فريقين عملين يشتغل وكان يعني لغاية فترة قريبة قوي كان بيتقال إنه يتاخد الدواء اللي هو بيتاخد جرعة واحدة أسبوعيا خمسين ألف وحدة دولية جات أبحاث تانية قالت لا أحيانا فيه ناس ما بتستفدش من الموضوع ده فالأحسن إنه إحنا ناخد جرعة واحدة يوميا بس قيمتها عشر تلاف وحدة بس لمدة خمس تيام في الأسبوع يعني هتلاقيها هي هي يعني هم في الآخر الخمسين ألف بس يا إما يتاخدوا يوم واحد في الأسبوع مرة واحدة خمسين ألف أو إنه يتاخدوا مرة كل يوم بس تبقى ساعتها تركيز الدواء عشر تلاف أنا فاكر أنا بشكل شخصي أقول لكم نصيحة لما كنت باخد فيتامين دل أسبوعيا كنت عشان ما نساش يا حاجة كده يعني يمكن حد يستفيد منها كنت عامل حاجة لطيفة أو كنت أو يعني حاجة أنا اعتبرتها حاجة كويسة إن أنا عشان ما نساش كنت قلت إيه إيه في أيام الأسبوع اليوم الوحيد اللي فيه حرف الدل هو يوم الحد يبقى ده اليوم اللي باخد فيه فيتامين دل فهمتوا قصدي؟ لأنه الحاجة اللي بتتاخد مرة في الأسبوع دي أحيانا بتتنسي وأحيانا تقول إيه هو أنا خدتها ولا ما خدتهاش فاهمين قصدي؟ فأنا كنت عاملها لنفسي كده فأنا يعني إيه بقول لكم النصيحة دي لعلا وعسى ممكن حد يستفيد منها هتقولوا لي طيب ناخد الخمسين ألف ولا ناخد اللي هي كل يوم عشر تلاف لمدة خمس تيام الحقيقة بقى إن الأبحاث التالتة الجديدة قالت إن ما فيش فرق إن اللي عايز يعمل كده يعمل واللي عايز يعمل كده يعمل فهمتوا قصدي؟ لأنه كان الفريق الأول متمسك برأيه قوي وبعدين الفريق الثاني اللي قال لا بلاش خمسين ألف مرة وعدة في الأسبوع خلوه عشر تلاف كانوا تقسين برأيهم قوي جي بقى فريق تالت أبحاث تالتة قالت لا ده زي ده وامتصاص الجسم الفيتامين ده ده كويس بس إمتى إمتى في حالة الاحتياج بالقياس المعملي دي نقطة مهمة ولازم نسأل الدكتور سواء العظام أو الدكتور الأمراض البطنية أعيد التحليل بعد قد إيه لأنه على حسب القيمة بتاعت التحليل يعني فيه أوقات يتقل إيه نعيد التحليل بعد شهر فيه أوقات تانية يقول لك بعد ثلاث شهور فيه أوقات تانية يقول لك خليك عبد ده ده ستة شهر ما تعيدش التحليل قبل ستة شهر تمام كده بس هو إجمالا يعني ما فيش حد بيعيش على فيتامين دال خلوا مالكوا قوم النقطة دي ما فيش حد بياخدوا على طول لكن لازم نبقى جايدد أو منقادين أو مساقين أو متوجهين بقياس معملي فاهمين قصدي دي نقطة برضو مهمة طيب إيه المصادر الغذائية المهمة اللي بتحتوي على فيتامين دال مش إحنا قلنا إن فيتامين دال ده ممكن نحصل عليه في الأكل آه طيب إيه المصادر دي اللبن الحليب اللبن في فيتامين دال الأسماك وتحديدا أسماك السالمون والسردين والمكريل والتونة دول أغنية جدا بفتامين دال صفار البيض غني جدا بفتامين دال المشمش المجفف اللوز البرقوق الزبيب وزيت كبد الحوت وزيت كبد الحوت ده مش الحقيقة مش حاجة غذائية بس هو بيتبع في الصيدليات كمركب دوائيا تمام؟ ده كان سؤال الخاص بفتامين دال عصام الأمير بيقول ممكن بعد إذن حضرتك ده سؤال حلو قوي ممكن بعد إذن حضرتك ألعاب الجيم للأطفال مفيدة ولا لأ؟ ده سؤال جميل من المؤكد طبيا يا أستاذ عصام من المؤكد طبيا يا أستاذ عصام ويا كل اللي تسمعوني أن الذهاب لصالات الألعاب الرياضية اللي هو الجيم غير مناسب للأطفال تحت عمر 16 سنة وفيه آراء طبية بتقول أنه ممنوع تحت سن 18 سنة مش 16 وطبعا الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي مش هيعجب كتير جدا جدا من أولادنا خصوصا الأولاد يعني اللي في مرحلة المراحقة اللي هما إيه ده اللي بيقول لا لا إحنا رجالة جبار والكلام ده كله انتوا جبار على عيني وراسي لكن الطب مفهوش مساومة الطب بيقول ممنوع الجيم لقالم 16 سنة وفيه آراء طبية بقى أكثر تحفظا في الطب بتقول ممنوع قبل سنة 18 هي دي الحقائق الطبية والجيم قبل اللي قولنا ده قبل العمر اللي قولنا ده لهم خاطر كبيرة جدا خلوا بالكم منها مثلا أنه رفع الأوزان التقيلة ما هو المصيبة أنا آسف من كلمة المصيبة يعني الكرسى هي كلمة لا تقل في الواقع يعني الحكاية كلها بتبقى تقليد أنه الشاب صغير أو بتاع بيبعايزي قلت فإحنا نشيل حاجات تقيلة أو بيدخله في تحديات مع بعض دول وعايزي يثبت أنه هو فيه ولد عنده حاجة وعشرين سنة أو حد تلاتين أو المدرب بتاعه قال له بتدارش على دي دلوقتي لا إزاي نقدر ومش عارف إيه ولا بتاع الأوزان التقيلة قد تؤدي شيل حمل الأوزان الثقيلة قد يؤدي لحدوث تمزق أنا آسف في الشرايين الرئيسية للقلب للقلب وده يؤدي للوفاة لا قدر الله ممكن كمان شيء للأوزان التقيلة يعمل كسور في العظام كسور جمع كسر في العظام ممكن يعمل تمزق في الأربطة ممكن يعمل انزلاق وضروفي انزلاق في أحد غضاريف الفقرات الحكاية كلها بقول لكم مبنية على التقليد يعني فالتقليد هنا تقليد الكبار فيه مخاطر على الحياة يعني خلاص والحياة هنا مش بس بقى بلوم على أبنائنا وبناتنا لأنه البنات دخلوا على الخط في الموضوع ما هو البنات بيروحوا الجيم دلوقتي ففيه بنات فجأة كده قرروا ان لما بيروح الجيم مش لازم بقى نعمل مثلا تريد ميل او تمرينات اللياقة دي او دي لا ده احنا كمان هنشيل حديق احنا ويعملوا حاجات يعني لكنهم زي الولاد يعني فالحكاية مش كده يعني هي الحكاية مش كده فأنا مش بس الحياة بلوم على الأولاد والبنات اللي بيعملوا هذا التصرف الخاطئ أنا بلوم على أهليهم كمان أهليهم اللي بيجروهم في هذا الأمر يعني أنا أحيانا بشوف أب مثلا واخد ابنه معايا صغير طب انت ليه واخده ما هو طب ما انت يعني بت بتضيقه يعني ما هو مش مناسب له يعني ما هو انت رايح الجيم مش مناسب له على فكرة فترة من الفترات في الوقت المتحدة حصل الحكاية دي إنهم كانوا بيعملوا حاجة فيه جيم يعني فيه أكتر من جيم يعني كانوا بيعملوا إزاي كانوا يعملوا الجيم الجيم العادي وكانوا يعملوا نفس الجيم بس فيك يعني مزيف للأطفال الصغارين بقى يعني بقى برضو أسقال بس هي كلها حاجات سافنج وحاجات كرتون وبس حتى الفكرة دي يعني تقريبا اندثرت أو طوارت أو اختفت في الولايات المتحدة لأن اكتشفوا قالوا لا أن برضو دي ما بيتجيبش النتيجة اللي بتاع لأنه بيبقى الأولاد والبنات الصغارين الأطفال هو هيكت معمولة أساسا للأطفال للأطفال مش لسن بقى بقول لكم 16 وده لا 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 للأطفال الأطفال يعني اللي هم يبقوا إيه يروحوا مع باباهم وممتهم فقال يعني إيه بقى في الرياضة فتلاقي بقى الأب والأم يعمل بقى الرياضة بتاعته الحقيقية ويبقى فيه حاجة كده جنبه صالة فيها ألعاب رياضية بس كلها هزارية يعني كلها بقول لكم سافنج وحاجات زي كده بس الموضوع ده اختفى كمان ليه لأنه لقوا بعد فترة أن الأطفال مش مقتنعين بالموضوعهم عايزين اللي بابا بيقعد عليه عايزين الجهاز اللي بابا بيقعد عليه عايزين يشيله اللي بابا بيشيله عايزين نعمل اللي ماما بتعمله فالموضوع ده ابتدى كمان يختفي لما طلعت نداءات وناس بيتكلموا في حقوق الأطفال وحقوق الحفاظ على الصحة يعني فأنا بقول لكم بقول لي للأباء والأمهات أنه تشجعكم للأطفال أنه هم يروحوا الجيم وهم في السن الصغير ده غلط وبيعكس استهتار حقيقي بصحة ولادك ممكن يروحوا الجيم بس في نطاق يعني متزن جدا حد عنده وزن زائد فاهمين قصدي فيروح يعمل تمرينات محددة خاصة بنقص الوزن بانقص الوزن فاهمتوا قصدي أو مثلا فيه دهون في منطقة البطن مثلا فاهمين قصدي أو فيه تقوية لعضلات مثلا الفخدين ففيه مثلا تدريبات زي تدريبات مثلا العجلة أو فيه تدريبات اللي هي البطن إنما الجيم بقى بتاع الأسقال والحاجات اللي هي العنيفة شوية دي لا دي ممنوع زي ما قلنا إنما إذا كان الغرض حاجة ليه علاقة برفع اليقى البدنية والكلام ده كله ممكن بس لازم بإشراف حقيقي إشراف حقيقي مش إشراف تحفيزي لأن فيه مدربين اللي هم بيحفزوا الولاد كده إيه ده خليك راجل عاش ومش عارف إيه لا وانت مش ده مش ده المفروض تحفزه ده غلط إنك تحفزه انت كده بتحفزه غلط بتحفزه إنه يشيل حاجة غير ملأمة لسنه غير ملأمة لعضلاته خلاص إنما تحفزه إنه هو يأكل كويس تحفزه إنه هو يعمل تمرينات الضغط ويعمل تمرينات العجلة ويعمل كلام ده كله آه بس بمدد برضو فترات زمنية معقولة تمام في الطفولة أو بمعنى أضاق تحت عمر الستاشر سنة أو سنة تمنتاشر ممارسة الرياضة بصورتها الطبيعية هي الأفضل للصحة للصحة وللنمو يعني إيه؟ يعني إنه أنا آسف يعني في كلمة الطفل هما مش أطفال بس هما بالقانون هما أطفال يعني بالقانون إنه الطفل غير سنة تمنتاشر سنة يعني قصدي إيه بممارسة الرياضة يعني ممارسة رياضة السباحة الجاري التنس أنواع من الألعاب القوة السكواش الألعاب الجماعية بقى زي كرة القدم زي كرة اليد زي كرة السلة زي كرة الطيرة كل الرياضات دي ممارستها أفضل من فكرة الجيم اللي وحده كده ليه؟ لأنه ممارسة الرياضات دي جزء رئيسي في تدريباتها هي رفع اللياقة البدنية فهتلاقوا حتى التدريب عبارة عن كده يعني تلاقوا إيه؟ التدريب مثلا مدته ساعة أو ساعة ونص هتلاقوا الجزء الأول نص التدريب ده تدريبات اللياقة وده الجزء اللي ما بيحبوهش كل الأولاد والبنات يعني فهمين قصدهم عايزين يعني مثلا لو بلعبوا كوروهم عايزين التأسيمة عايزين التدريبات بالكور إنما تلاقيهم بقى يبقوا متدائقين أول من الجزء الأولاني وده الصح مش الصح إنهم يبقوا متدقيين ده الصح يعني يبقى الجزء الأول من التدريب لياقة لياقة بدناية عشان عضلاتهم وعشان اللي يبقى عندهم المرونة وعندهم الفيتنس والكلام ده كله بعد كده يبقى فيه بقى أساسيات الرياضة دي أو الحاجات المهارات الرياضة دي ده أفضل يعني ممارسة الرياضة أفضل من الجيم خلاص وده الحقيقة بيحصل من المدربين الرياضات بطرق آمنة الحقيقة وزي ما قلتلكم بعيد عن الجيم آخر سؤال بقى معنا في حلقة النهاردة من خلود عويز بتقول لو سمحت يا دكتور ابني عنده ست شهور والإمساك بيتكرر عنده كتير وأوقات بيعمل عادي بس ممكن أديله لبوس مرتين في الأسبوع هل ده غلط وإيه سبب ده وإيه اللي يمنع تكراره ونظرا طبعا لإيه لأن الوقت بيخلص فأقولي الإجابة بسرعة خطورة لو بوسي الجلسرين أنه مش بس ممكن يعمل رد فعل عكسي في سورة إسهال ولا أنه ممكن يضعف العضلات القبضة المسؤولة عن التحكم لكن كمان أنه بيدرب المخ على عدم إرسال الإشارات العصبية اللازمة لإتمام عملية التبرز بطريقة طبيعية يعني لو بوسي الجلسرين ده المخ يقول لك خلاص بقى اطلع أنت من الموضوع في حاجة هتساعدك حاجة خارجية خلاص طب إيه أسباب الإمساك في عمر ست شهور أول سبب هو التمسك الشديد في قوام البراس وده له أسباب زي مثلا تقديم لبن الحليب للطفل أو أن الرضاعة الصناعية نوع اللبن معين يكون مش مناسب أو نوع فيه مكونات بروتين عالية أو نقص كمية المياة اللي بنشربها للطفل بعد الرضعات يعني في مرحلة الشهر السادس مثلا لازم الطفل يشرب خمسين مليا على الأقل مياه على مدار اليوم من أسباب الإمساك برضو في العمر ده تخفيف الرضعات يعني نحط مثلا رضعة اللي هي مثلا 180 ملي المفروض يتحط عليها 6 مكاين لبن صناعي فنقوم إحنا نحط 3 بس لا ده يعمل إمساك فهمتوا قصدي؟ برضو من الأسباب بتاعة الإمساك في العمر ده ضيق فتحة الشرج أو ضمورها أو وجود الحديد في اللبن الصناعي أو أن الأم لو بتردع طبيعي وتكون هي بتاخد حديد ده برضو من أسباب الإمساك أنا بحاول أقول لكم بس بسرعة من الأسباب التانية وجود مثلا حالة كسل أو ارتخاء في عضلات الأمعاء والبط ودي بتكون مسؤولة عن دفع البراس في مصاره الطبيعي وإحكاة دي بتحصل مثلا في حالات قصور الغضة الدرقية برضو الانسداد المعوي من الأسباب وبتالي أنا قلت ضيق فتحة الشرج أو ضمورها من الأسباب المهمة برضو الكشف الطبي الدقيق هو الطريق الوحيد لمعرفة سبب الإمساك وبالتالي علاجه وبالتالي اختفاء هذه المشكلة أنا بشكر حضراتكو جدا على حلقة النهاردة وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونلتقي بيكم إن شاء الله الأسبوع القادم وحلقة جديدة من يوحك أن سلام عليكم